في سنة 1929 صارت اغرب جريمة قتل عصابة المافا اللي تابعها لالكابون دخلوا على مصدع خمور كانت تابعة لعصابة ثانية تسمى بالجانب الشمالي وتخيلوا انهم قتلوا كل اللي في مكان حتى زعماء كبار هذه العصابة والطامة الكبرى يا جماعة اخير اللي دخلوا المكان وقتلوا كل العصابة هذه فقط كانوا رجلين من عصابة الكابون الطريق اللي دخلوا فيها هذه العصابة كانت جدا ذكية تخيلوا ان العصابة نفسها صاحبة المصنع هي اللي بنفسها دخلت هذول الاثنين وعصابة الكابون هنا ما احتاجوا انهم يقتحموا المكان ولا حتى يفاجئوا المكان ويجوا باعداد جدا مهولة عسان يقتلوا هذه العصابة ولا اي حاجة هي نفس العصابة اللي فتحتهم الباب ودخلتهم بكامل رضاهم فطلعوا هذول الاثنين اسلحتهم وقتلوا كل اللي في المكان بدون اي مقاومة رغم انه هذول العصابتين اول ما يشوفوا بعض في الشارع على طول يطلوا الاسلحة ويقعد يقتل في بعض فكيفين يدخلوا وقتلوهم كلهم وما عرفوا فوق هذا انهم من المافيا ومين هذا زعيم المافيا الاعظم الكابون وايش شغل المافيا اصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك يا صديق المتابع اذا انت اول مرة تخش على هذا القناة معاك يا صديق المتابع عبد الرحمن بابي واحتوائي يا صديق المتابع اذا انت اول مرة تخش هذا القناة اتكلم عن قصص العهد القديم يعني عن سيرة الانبياء والرسل والمعجزات اتكلم عن هذه الاشياء وبرضه اتكلم عن احداث اليوم وبرضه عن المستقبل بما انه اتكلمنا عن احداث يوم القيامة واحداث الموت او ما بعد الموت هذه كلها احداث غيبية فانا شخصيا يا صديق المتابع ادعوك بانك تضغط زر لك وبانك تشترك في القناة اشي يصلك كل جديد وهذا طبعا يعني من كرم يقول لك ما يرد الكريم الا اللئيم طبعا ان انت منتل ايما طبعا انك حتشترك في القناة يعني حتي رب اشترك والله منتل ايما المهمة الان خلينا اوضح لكم قد ايش هذه المافيا كبيرة يا ابو يا عبد الرحمن ترى حس انكم مرة كبرتوا المفضوع المافيا ومدريش وترى هي صغيرة ترى يعفنا اي عصابة لا يا صديق المتابع هذه العصابة والله مهزة اي عصابة عادية خليني اعطيك بعض الارقام اللي وصلت لها مافيا اليوم وليش هي تعتبر اخطر مافيا على اوروبا والعالم كله بداية المافيا هم ترى كانوا يخطفوا عيال الاغنياء عشان يرجو بعدها يطلبوا الفيديو ومن اشهر اختطافاتهم هي خطف حفيد الملياردير الامريكي واسم هذا شخص جون بولد وهذا ترى يعتبر ملك البترول في اوروبا هو صاحب شركة جيتل للنفت وهذه سيولي اللي كانت جيلهم بسبب هاد الاختطافات خلتهم يتوسعوا كمان خارج اوروبا ويوسع تجارتهم في المخدرات اوف والله طلع موضوعهم موهيا طيب اسألك يا عبدالرامان هذولا كم اعدادهم وكم ممكن يطلعوا فلوس في السنة الشرطة الايطالية قدرت ان اعداد افراد هذه العصابة ممكن يوصل حول العالم ما بين 20.000 الى 60.000 واحد اما عن ارباحهم السنوية بحسب المداعي العام فهم الان سنويا يحققوا ما يقارب 61 مليار دولار واكثر ارباحهم تنتجيا من تهريب الكوكاين والباقي يجي يعني من غسيل الاموال ومن الدعارة وهذا تخيلوا يعتبر اقتصاد جدا ضخم لايطاليا لان ايطاليا ترى يعتبر ثامن اكبر اقتصاد في العالم وحجم تجارة المافيا يساوي 3% من حجم اقتصاد ايطاليا وتخيلوا ان اقتصاد المافيا هذي اكبر من اقتصاد بعض الدول كاملة عشان تتخيلوا قوة اقتصاد هذه العصابة وهي قد اقتصاد اليمن وسوريا والصومال وجيبوتيا وجزر القمر كلهم مجتمعين ومن افضل سنوات المافيا في القرن العشرين هي سنة 2013 اللي حصلت في هذه السنة 75 مليار دولار اسمع وركز معاي ترى نتكلم عن مليار مو عن ملايين مليارات حتى اسمها صعب وتخيلوا كمان عدادهم كم عدادهم تقريبا لو جينا حسبناها 60 الف شخص وقسمنا الفلوس هذي عليهم كل واحد كل عام الواحد في هذه العصابة ياخد مليون ونص دولار في السنة يعني في شهر واحد يا صديق المتابع ياخد تقريبا 100 الف دولار ولكن يعني هذي طبعا مستحيل انو كبارة المافيا هم تقريبا ياخدوا كل هذه الحصة فهي يعني تقدر تقول انها شركة اكثر من هي عصابة عندها درسات جد وعندها خطط وعندها تقريبا كل شيء ولكن اي احد يوقف في طريقهم يتعاملوا معا بالسلاح من اشهر مقولات الكابون نفسه يمكنك ان تمضي بعيدا بمجرد ابتسامة ولكن يمكنك ان تبتعد اكثر بابتسامة وطلق طيب يا اغي عبد الرحمن كيف وصلوا لهذا كله ومين هذا زعيم العصابة الاعظم اللي كان يدير الشغلة هذه كلها وكيف صار اصلا زعيم العصابة الكبيرة هذه في سنة 1899 في امريكا وبالضبط في نيويورك ولد شخص اسمه ال كابون من عائلة ايطالية مسيحية وهو ترى ما كان لحاله بل من الابناء الثمانية وللمعلومية ترى العوائل الايطالية ترى ابدا مهزة العوائل امريكية متفككة لا بل العوائل الايطالية كانوا يعني مرة يهتموا في بعض ومتمسكة في الاسرة يقدم العائلة دائما كانوا على اي حاجة زي يعني ترى العوائل العربية والعوائل الهندية واصلا ما في ترى عبارة عن عوائل ولكن يا صديقي زي ما يقال لكل حالة شوارد لان اخو الكابون نفسه اكبر واحد يتخلى عن العائلة وكمان فوق هذي يتبرى من العائلة ويشيل لقب الكابون ليش هذا كله طيب لانه حيصير شرطي وضد عائلته اللي هي عصابات المهمة الكابون هذي اذا شفته وهو صغير هتعرف على طول مستقبله لانه كان شخص مختلف عن باقي الاشخاص او عن باقي الاطفال كان يعني من صغره انسان متحكب ومتسلط وكان يعني في تحكى في الناس اللي حوالينه لدرجة انه تخيله اسس عصابة من عائلة حارة عشان يروح يضار بيال الحياء الثاني لان الحي اللي فيه هو ايطالي واكثر عن العوائل اللي موجودة هناك كلهم ايطاليين وكان هذا الحي الايطالي كان بين الاحياء الثانين في بعض المشاكل كان الحي الايطالي كان جدا متشاكل مع الحي الايرلندي يا عبدالرحمن الحين ايش هم دحين في ايرلندا ولا في ايطاليا ولا في نيويورك امريكا اخبطنا يا صديقي المتابع هم في نيويورك ولكن المهاجرين لما يجتمعوا في مكان دائما يجتمعوا في حي واحد فحسن كي ده سومي بحي لايطاليين لانه فيه اوال كثير ايطاليين هناك ففي مرة عيال حارة ايرلندا قالوا والله هذول ايطاليين حقون مشبوس دياي خلينوا نروح ووريهم شغلهم فراحوا الين حارة ايطاليين وفشهوا علاقة غسية ملابس حق واحدة عجوزة الضهر وقتها ما كان عندهم مزج قايريب عشان يفشخوا شباشي باليطاليين فهين الخبر هذا وصل لالكابون فجمع عيال الحارة وجمع عصابة حقته وخلى كل واحد يجيب معاه شون حقه وراحوا الين عند الحارة اليرلندية الكابون هنا شاب من بعيد العيال اليرلندين اللي سرقوا غسيلة الملابس فراح اللي عندهم سكهم قال لهم حركات الزراوة هذه ما عندنا واخذوا حقه غسيلة ملابس هذا ورجعوا الحارة وهنا الكابون هو داخل حارة صوى موقف انه استرجع شيئا الحارة لو طلاح دينه شوفوا كيف الكابون من صغره كان يحب يتفاخر قدام الكل وفي عمر الارباطعش كان في مدرسة كاثلوكية والمدرسة هذه كانت فيها عنصرية ضد المهاجرين فكانوا يعني تعاملوا مع اطفال المهاجرين بشكل يعني سيء فهنا الكابون لما شاف هذه المعاملة ما عجبوا الوضع ففي مرة صارت مشادات بينه وبين مدرسة حقته فصارت شوية شوية تزيد المشكلة اللي ما رح ادها كف قدام الطلاب كله فبعد الحادث هذه انطرد الكابون من المدرسة وبين هنا تقدر تقول انه هنا بداية دخوله لعالم الاجرام في ناس يعتقدوا انه الكابون دخل عالم الاجرام وعالم الاصابات بسبب اهله في الحقيقة هو اصلا كان من صغر ومنبهر بعالم الاصابات وعالم الاجرام فراح عند اهله قال شوفه ترى انا منحق الدراسة هذه ولا حق الكلام الفاضي هذا طبعا يعني وقتها موزه الان الان يعني يعتبر الدراسة من اهم خطط الحياة وقتها كمان كانوا الايطاليين يعاملوا معامل اقل وكأنهم طبغة اقل من الامريكان انت يعرفين كيف كانت امريكا في هذه الحقبة كيف كانت عندهم العصورية بصرا مرة قوية كانت العصورية عندهم لفل الف لدرجة انه حتى في بعض المناطق ممنوع يخش فيها الايطاليين لانها تعتبر مناطق جدا راقية هذه المناطق يعيش فيها فقط العوائل النبلاء العائلات افترية جدا زي مثلا عائلة روكفلا يعتبر هذا شخص وقتها من اغنى اغنياء العالم فهنا الكابون هذا ما عاجب الوضع وقال ليش انه هم مرة كده اغنياء واحنا ليش ليش احنا ايش ايش ناقصنا حتى ما نصير زيهم وانا هبغى نصير زيهم باي طريقة ممكن وركز لي بازل صدق المتابع بحتعت باي طريقة ممكن لألف خط لانه في الايام القادمة يسوي اشياء مجنونة فقط عشان يوصل لهذا الثراء وبالفعل الكابون هذا ساب دراسته وعمره حتى الان 14 سنة وبدأ يشتغل اشياء يعني جدا عادية وكل يوم ينتقل من مكان الى مكان ما يستقر يعني في مكان واحد يشتغل في مطعم وفي محل وفي مصنع ولكن هنا في كل مكان يشتغلوا على طول بعدها بفترة ينطرد ما يكمل حتى السنة فيها ليش ينطرد يا دون همان لانه يا صديقي المتابع اخلاقه كانت ابو كلب حرفيا والله اخلاقه كانت ابو كلب لان ما كان عنده اخلاق ولا يعرف يتكلم احد وكان جدا عصبي يتضارب معاي احد يفصل على طول ولكن الشغل اللي ثبت عليه في النهاية هو البار وهذا البار اللي شغال فيها الان مالكه واحد من رجال العصابات اسمه فرانكي ومن هذا الشخص اللي هو فرانكي الكابون دخل الى عالم العصابات ولو طلحدوا انه في صورة نادرة لالكابون من جهة وجهه اليسار لانه هو دين ابدا ما حبي تصور من جهة اليسار يحب بس تصور من جهة وجهه اليمين ليش يا طيب لانه لما يتصور من جهة اليسار دائما ما تبانى علامات الجروح على وجهه عنده ثلاث الجروح على وجهه من جهة اليسار جدا كبير وهذا بسبب انه كان يحارف الجيش فجوا اشخاص وجوا بيطعنوه فما قدروا وجرحوا وجهه هذه القصة صراحة اللي هو كان يقولها ولكن في الحقيقة القصة هذه خاطئة القصة الحقيقة انه كان في يوم من الايام شغال في البار فهو كده شغال في البار قاعد يمسح الطاولات فجأ ايطالها كده ويلي يلاقي بنت مرة حلوء وعجبته فراح الان عنده يغازلها فقالت هي وي اشبه هذا الايطالي جاي يغازلني ما عنده اخوات فماده توجهه يعني وصار كل بعد فترة يجي يغازلها ما يسيب بحالها ففي يوم من الايام راح يغازلها وتمادى في الغزل اكثر وكان اخوه كمان معاها اخو البنت فاخوه هنا اللي معاها لما سمع الكلام هذا ابدا ما اجبه قدام الناس كله فطلع السكين وراح يطعن فصارت مظهربة جدا قوية اليم ما طعنوا على وجهه او تقدر تقول جرحوا على وجهه وصارت هذي علامة موجودة على وجهه الى الابد يعني علامة مرة كبيرة ومتروح بالمعلومية ترى الكابون كان جدا يكره هذي الجروح وابدا ما يحبها لدرجة انه حتى كان لما يطلع للصحافة كان يحط بودرة عشان ما تبار قدام الناس وبسبب هذا الجروح اللي على وجهه يتسمى بسكار فيس وخلاص بعدها خش عالم العصبات واصبح واحد من افراد عصابة فرانك فصار يعني في بداية يسوي اعمال اجرامية ولكن على الخفيف هي يعني صراحة مية خفيفة ولكن تعتبر خفيفة للاشياء اللي جاية لانها اعظم بكثير والكامون ترى هذا خطير لانه ما اكتفى بهذا العصابة بل انه انضم لكذا اصابة في نفس الوقت فكان برضه منضم لعصابة شوارع وبعدها برضه انضم لعصابة فيها كل السفاحين اللي في بروكلين وبرضه حتى الان ما عجب الوضع لسه هو يفكر في شيء اعظم من كذا فدخل بعدها في عصابة تسمى بالفايف بوينت هذه العصابة تعتبر من اكبر العصابات وقتها وهذه العصابة تعتبر من المافيا وقائدها جوني توريو وركزولي بالله على هذا الشخص لانه هذا الشخص هو احد اسباب بروز شخصية الكابون ويعتبر هو اللي بنى سلم السلطة والثروة للكابون هنا الكابون لما بدأ يشتغل مع جوني توريو بدأ يسوي اشياء جرامية اكبر شوي والحين صار اخطر من اول وصار ياه في استخدم السكاكين والاسلحة الثقيلة هنا برضه وبرضه الان صار يستلم مبالغ افضل من اول ولكن يا صديق المتابي هذا وكله تغير لما تعرف على بنت ايرلندية هذه البنت اسمها مي هولفين وهذه البنت يعني حبته وحبه وصار بينهم علاقة حب وتزوجها بعدها رغم المشاكل اللي كانت بينهم وبين الحارتين اول وهم صغار والله اعلم انه هذه البنت يعني كانت اكبر منه فبعد ما اجاب منها هولد قرر انه يسيب عالم العصبات وعالم المشاكل هذا ويبدأ ييش فيه حياة جدا سيدة وما فيها هذه المصائف وبالفعل ترى ترك عالم الاجرام وراح بعيد عن الحي اللي كان فيه ولقاله وظيفة محاسب في احد الشركات وزوجته اللي كانت معاه اشتغلت خياطه عشان تساعده في مصاريف البيت وبعد الهدوء هذا والسلام والسكين اللي كان فيها يجي خبر بموت ابوه فبعدها رجع هنا الكبول اللي حيه القديم عشان يحضر جنازة ابوه وفي هذا اللحظة صار معاه حدث غير مسار حياته تماما هو واهله الى الابد لما رجع يحضر جنازة ابوه شاف انه وضع اهله صار جدا صعب يعني انهم صاروا في حالة جدا مزرية وما صار معاهم فلوس لان اللي كان شهي لهم كان ابوهم والان ابوهم مات وتعرف انت نيطالين الاهل ثم الاهل فقال والله ما حاسب اهلي في هذه الحالة واستحيل ان ارجع وعيش مع اهلي وعيالي واسب اهلي في هذه الحالة الصعبة رغم انه ترى ما كان الاخر اكبر كان فيه اخوان اكبر منه ولكن حطحم الاهل وكان كله فقعاتكم بس كان هناك مشكلة الوظيفة اللي هو شغال فيها الان اللي هو محاسب ابدا ما حتكفي الاهله ولا عياله مع بعض فايش سوه هنا على طول راح لزعيم العصاب اللي كان شغال معه جوني توريو وهنا جوني بالاكس يحب الشغل اللي كان الان كابولي يسويه وعجب ورحب فيه وقل له تفضل ثاني مرة معانا يعني مكانه حتى ام موجود وترى المعلومية جوني توريو هذا شغال ترى تحت راية بيك جيم كالسيم وهذا احد اكبر زعماء المافيا وقتها والبيزنس حقه صراحة ان كان من اوصخ الاعمال اللي كان يشتغلها لانه كان شغاله وكان مركز على اشغال الدعارة والقمار في شيكاغو فجوني توريو اه راح لبيك جيم وليشيكاغو عشان يكمل بعض الاشغال مع بيك جيم فلما راح هنا قل الكابون تعال معايا خلينه عرفك على بيك جيم زعيم العصابة وبالفعل هنا الكابون راح وشال مع عياله وشال مع اهلوойдين شيكاغو وراح وسكنه هناك والان الكابون صار اليد اليمنى لجوني توريو وفوق توريو الزعيم الاعظم بيك جيم فهذا هو الهرم التصاعد اللي المافيا حتى اليوم شغال عليه وكل ما يروح احد او يموت او يقبض عليه او يقتل يجي الواحد اللي بعد وهنا يا صديق المتابع احب اصدمك واحب اتحداك المعلومة هذه اذا كنت تعرفها انا لازم يعني كل حلقة لازم اصدمك يعني والصدمة هذه هتكون جدا كبيرة والله حتى انا اول مرة عرفها انه في سنة 1920 امريكا تصدر القرار بمنع جميع الخمور وجميع الكحول في امريكا ليش يا اخي والله وقفه والله عشانه جدا مو كويس وجدا يسبب اشياء خطيرة ومضرة للعقل ويؤدي الى الادمان زيه زي المخدرات ويسبب منها مشاكل بان يخلي الشارب يغمى عليه او يسطل وما يعرف يسوي وهذا اللي ادي بدوره لمضاربات وتحرش واختصام فاشا كده يا صديق المتابع الله عز وجل حرم هذا الشيء قبل 1300 سنة من ذاك الوقت اصلا والله العظيم ترى الله عز وجل ما يحرم شيء علينا الا هو خطأ علينا ومو كويس لنا وروح ابحث على كل تفاصيل ما حرم الله هتعرف انه كل شيء حرام لانه في النهاية خطر لنا المهم فيعني انه هذا القرار اللي اصدر من امريكا فتح باب كبير لتجارة الاعصابات في امريكا فهنا صار خلاص من القانون المشروبات هذه جدا متخش الدولة وممنوعة زي زي المخدرات ان درج تحت قائمة السوداء فهنا جاء جوني تاريو وراحت بيك جيم وقال والله انه فرصة ليش بنتاجر في هذا الموضوع وفتح الموضوع وحنكسب مرة كثير لانه كل الناس يدوروا هذا الشيء وفي مدمنين مرة كثير في البلد فاكيد يبغوا هذا الشيء حتى لو كان بطرق غي قانونية فبك جيم هنا طالع على جوني تاريو وقال ايش هذا الفجور ايش خمر والعياذ بالله خلاص يا اخي ايش لانا في المجال هذا ولسه حنتعب راسا ونخش وحندور بل ما نجيب من فن ومصدر وفتح مرة يقال روش اخلينا في مجال الدعارة والقمار يكون افضل وفوق هذا كله حندخل نفسه في مشاكل مع الحكومة اكثر من اللي احنا فيه اصلا فهين بيجيب والله مريضه وقال مالا ومال للخمور هذي فهين تاريو زعل لانه والله اذا خشوا هذا المجال هيكسبوا مليارات السوق اذا جاهز السوق يطلب هذا الشيء واذا احنا ما دخلنا العصابات حتيجي وتخش قبلنا واحنا عمدنا السيولة ومدينا نخش وانا عندنا المعارف ونعرف كيف نخش وسبحان الله هنا يعني الكابون سمع بهذا الخبر وجاع الجون تاريو قال له يا اخي لم نخش في هذا المجال والله والله حيكون في له مليارات وفي له فلوس يعني وفيه برضه مو مليارات عادية بل جبال من ذهب فكيف تبغينا نضيع هذا السوق فجون تاريو يقال لي والله صراحة انتبغوا الصراحة يعني والله صراحة نفسي يخش ولكن يعني بيجيب هو اللي مراضي ولا انا نفسي يخش بالعكس لما جاء عدا في له مليارات فالكابونين طالع فيه وقال اسمع ايش رائك انا نقتلو فتاني قال لا استغفو الله وهذا كبير ما ينفع نقتلو يعني بس يعني اتقول له احد يعني خلاص صوي بس انا تقول لها هنا تاريو في البداية انفجع من كلام الكابون وكيف دي الفكر اصلا خطرت على بالك ما توقع انه يوصل ويفكر انه يكتو زائيم الاعصاب بيك جيم حتى انه اسم بيك جيم اسمه حتى بيك شوفوا كيف وجهه زي وجبة بيك حق البك ها الله صديقين متابع يعني صلاحة ها 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 تان انا ساو ادن الحلقة وانا اجي اان يعني سامحني المين فتورو بالفعل رضي بالخطة و بالفعل الكابون خطط انه يقتل بيك جيم ولكن طبعا يعني ما هيكتله هو بنفسه فاكرين لما قلت لكم قبل شوي انه هو انضم لعصابه فيها كله سفحين الا في بروكلند فالان ايسا هو راح بنفس العصابه و طلب منهم انه يكتلوا هاد العصابه و بيكون احترافية هاد العصابه راحت عند بيته و قتلته وبعد مقتل بيك جيم جوني توريو ميسيك و صار رئيس العصابه و صار يمسك العصابه من الالف الى الياء وهنا تلقى الكابون و صار اليد اليمنى او الثاني في العصابه وتخيلوا ترى هذا و كله حتى الان عمره فقط 21 سنة و صح انه كانوا هنا اقوى عصابة في شيكاغو ولكن كانوا منفسين من العصابات ثانية و منفسين في تجارة الخمور في تهريب الخمور زي عصابة اوتفيت وهذه العصابة صار بينهم وبين عصابة الكابون منافسة جدا شريسة بدرجة انه هذه السنة تعتبر من اكثر السنين الدموية في شيكاغو لان كل العصابات يبغى هيمنوا على هذه المنطقة لانه هذه المنطقة فيها فلوس جدا كثير والناس اللي موجودين كلهم يبغوا الشيء اللي قاعدين بيعوا فيها زباين جدا كثير فعشان كده كل واحد يبغى ياخد حصة اكبر من الكيكة و زي ما قلت لكم اول ان المافيا تعتبر شركة اكثر من هي عصابة وتهتم للفلوس اكثر من القتل و عند جوني توريو حل القتل دائما ما يجي في النهاية اذا خلاص يعني شافوا ما في اي حل الا القتل ولكن الكابون كان جدا مختلف عن توريو لانه كان مجرم بمعنى الكلمة كان يحب يفرض هيمنته باي طريقة ممكن اي احد ما يسمع كلامه كان على طول يكتل وهذا الشيء سبب مشاكل جدا كثيرة في شيكاغو فتوريو هنا كان دائما يحاول ان يهدي الكابون يهدي من تصرفاته هذه الطائشة اي احد ما سمع كلامه او احد يعني خالف رأيه يمكن يكتل على طول هذا الشيء يسبب مشاكل بعدين مع الاف بي اي فتوريو هنا يحاول يهدي يقول له ما في مشكل اكتل بس انه خلي قرارك قتل دائما يجي في النهاية اذا كان مرة ما في حل في مشكلة يعني اخر شيء اما ما رضي ما سمع كلامه تكتل يعطوله هذا ما ينفى يسبب بعدين مشاكل وكله حتيجي فقر ووصله بالفعل هنا الكابون بدأ يعقل وبدأ يعني ها يمشي في الكلام هذا وبدأ في تجارة الخمور هنا بدأوا الان يجيبوها من برة ويحاولوا زواء لشيكاغو وعلى امريكا عامة وصار يدخل اموال وارباح من هادي التجارة جدا ضخمة لدرجة انه التجارة هذه الحالة حقه الخمور صار تدخل اكتر من تجارة الدعارة والقمار مع بعض والكابون هنا سار يمشي على خطة توريو وسار يعني الان ها يعمل بالاقل اكتر من السلاح وصحي انه كان يتعامل بالسلاح ولكن الان سار يتعامل بالاقل اكتر من السلاح وبرضه الان بطريقة غير قانونية سار يرشل حكام والشرطة والقضاء واللي ما يرضي اسمع كلامه هنا ياخد معاه اخر حلو اللي هو القتل فهنا صارت العصابة جدا كبير وماس كأمور شيكاغو والدخل الخمور من كل مكان وهنا الكابون بدي يشتهر بين الناس ويشتهر بين العام وهنا بدي يخش في مجال الشهرة ويحاول هنا الكابون بقدر اليمكانه ان يبين نفسه كتأجير وليس كرجل عصابات والكابون هنا زي ما نعرفه يحب يتفاخر بنفسه فسار هنا يلبس اغلى المجوهرات واغلى الملابس ولما كان يسوي جرائم على طول الحكومة تحط اصابع التهم عليه على طول فهو على طول يطل للصحافة وينفي جميع هذه التهم وعاد هو ما يحتاج جدا فنان في الامور هذه وبما انه شغال يعني يصل هو في غسيل الاموال فاكيد يالفكيف يغسي الامواله لدرجة ان الحكومة ما قدرت تمسكه على اي تجارة غير قانونية كان قاعد يسويها في تجارة الدائرة او الخمور او حتى المخدرات حتى تخيلوا في نهاية ايامه الاف بي اي ما قدر يمسكوه على اي دليل ممكن يثبت انه يتاجر في هذه الاشياء او يتاجر في الخمور والمخدرات فكان هو اصلا عنده محلات وفنادق واشياء جدا كثير ومسوي نفسه انه هو يتجارته وفلوسه كلها من هذه الاشياء رغم انه صراحة الحكومة والناس اغلب الناس عارفين انه ايش انه هو اصلا هذي ما يتجارته تجارته المخدرات والخمور وهذه الاشياء ولكن ما احد يقدر يتكلمه حتى يفتح فمه وما نقسم القسمين او بالاصح نقسم مثالة اقسام القسم انه مرة خايف وما نقدر يفتح فمه عشان لا يموت والقسم الثاني كان مرتشي اما القسم الثالث فاللي بيتكلم كان عالطول يكتله والكابون ها ترى كان جدا خطير ومسوي زي بابلو اسكوبار كان يساعد الفقراء والمساكين حتى انه لدرجة فتح مطعم كامل فقط عشان يوزع اكل مجاني للفقراء والمساكين عشان هو هنا يحاول يخلي الشعب معاه حتى انه كان لما يروح مطعم او لما يروح بار كان يوزع الفلوس على الموظفين بالهبل وهنا سووا شي خطأ توريو والكابون بانهم يوسع عصابتهم في امريكا وبالفعل نجح في الموضوع اللي درجة انه شهريا شهريا كل شهر يدخل مئة مليون دولار وهذا الرقم يا صديقي متابعي ترى في وقتها يعتبر جدا جدا ضخم عشان يخليك تتخيل الموضوع وتتخيل حجم هذا الفلوس الان تسوي هذيك المبلغ المئة مليون دولار وقتها الان تسوي بفوق المليار دولار خيلوا هذا بس فقط في شهر واحد وبعدها خلى اخوانه كمان يشتغلوا معاه وبرضو بعدها نقل اهلوا في بيت الاحلام في شيكاغو وهذا كل الفلوس وكل التوسع والقوة والجبروت متكمل لان في سنة 1923 بعض العصابات رجعوا ثاني مرة ويحاول يخش السوق وينافسوا عصابة الكابون وينافسوا لمافيا وهنا صار اعظم صراع عصابات في تاريخ شيكاغو وسميت هذه السنة بحرب البيرة في هذا الوقت في كل مكان وكل زمان تلاقي القتل واغتيالات لدرجة انهم صاروا يقتلوا بعض قدام العامة قدام في الشوارع يجي يقتلك زي كده ويمشي وكأنه مافي حاجة وبرضو هنا يعني بما انه عصابة تاريخ والكابون هي تعتبر من اقوى العصابات فهي اللي سيطرت على المكان وابادوا بعض العصابات وبعد هذه الحرب وبعد هذه السنة والاشياء اللي سارت فيه هنا كل العصابات صار اتهاب الكابون واتهاب تاريخ صار لهم هنا سيط عائل في البلد والكل يخاف منه وصاروا مسكين البلد ولا احد يقدر يكلمهم من كثر موضوع هنا سار انه هادي ومسيطر عليه تاريخ هنا راح يعتني بامه لانها كانت تعبانة وهي نجيات الطامة الكبرى ميسي كل زمام الامور الكابون وتخيلوا لفين وصلت مواصيل الرشاوي اللي قاعد تسير 60% من الحكومة ورجال الشرطة صاروا كلهم مع الكابون 60% من شيكاغو فهنا الناس كانوا ممرز علانين من الشيء اللي قاعد يسير من القتل يشوفه صارنا يشوفه عادي في الشوارع فصار هنا الوضع يعني مافي امان والقتل صار في كل مكان فراحوا عند خاضي اسمه ايدمون جيركي وصاروا هنا الناس يترجوه عشان يحللهم هذه المشكلة والمصيب اللي هم فيها فإيه سوى هذا القاضي راح جمع 70 شرطي وخلوهم كلهم يروحوا لبلدة ازيروس كانت يعني هذه البلدة تتبر يعني بعيدة عن المدينة وعصابة الكابون عندهم هناك مقر رئيسي في هذه البلدة والقاضي هذا خلوهم الشرطة هذول وكلهم السبعين شخص يروحوا متخفين ومو لابسين لبس شرطي والمدينة هذه مسكينة اخوان الكابون واخوان الكابون هنا صاروا يتلاعبوا في الانتخابات لدرجة انه صارت في مشاكل كبيرة بسبب اللعب هذا بسبب هذا اللعب صار هناك يسير في حوادث شغب كثيرة من الشعب فالشرطة هنا كانوا متخفين ودخلوا على البلد وتوزعوا في هذا البلد ويحاولوا يلاقوا عصابة الكابون واخوانه وهنا في واحد من الشرطة شاف اخو الكابون الكبير ورح على طول بلغ الباقين وهنا الشرطة حاصل مكان بدون ما احد يدري هنا فرانك اللي هو اخو الكابون كان حواليه اعصابته عشان يهمو اذا انصار اي حاج فهنا الشرطة بس كانت تدبو عشان تشوفوا اذا كان حيصويوا اي مصيبة ولكن هنا فرانك اللي معاه حسوا انه في ناس قاعدين يتبعوهم فهم حسبوا انه هذون الناس هم عصابة ثانية يبيهجموا علينا لان الشرطة هنا زي ما قلتلكم انه كانوا متخفين وما كانوا لابسين له بشرطة وهنا كانت المصيبة الكبرى ففرانك والعصابة اللي معالطول طلوا اسلحاتهم وصاروا يهجموا على الشرطة فعالطول هنا كل رجال الشرطة اللي محاطين المكان طلوا اسلحاتهم وفرغوا الرصاص عليهم وقتلوهم كلهم قتلوا كل العصابة اللي كانت موجودة هنا وهنا فرانك على طول مات في مكانه وهذا الحادثة وهذا الشي اللي صار على طول وصل الخبر لمين للكابون فهنا مر زعله بسبب هذه الحادثة رجع الكابون القديم العصبي الهمجي اللي ما يتعامل فقط الا بالسلاح وطبعا هنا ما يدري يود نفس الهجمة لانه طبعا هدوله شرطة ايش هيقدر يسوي على شرطة يعني وصار هنا الكابون جدا شيس وجدا عصبي وصار يضرب بيقتل اي احد قدامه في يوم من الايام في واحد من افراد عصابته جاء وهو مضروب فقال له الكابون ايش فيك من ضربك قال له في واحد ايرلندي جاء عندي كان بياخد قرط فما رضيت ان اعطيله فقام وضربني فهينا الكابون بنفسه راح الين عند اليرلندي هذا وقال له ايش الموضوع ليش تضرب رجل عصابتنا فطالع في اليرلندي كذا وقال له مو شغلك انقلع الله فالكابون قال له انها مو شغلية فطلع اسلاح وقتلوا قدام الناس ولما جات الشرطة هنا سبحان الله كل اللي في المكان ما حتصار يشوف قال له احنا ما شفنا حاجة وهنا في هذه الفترة برضو رجع توريو وعرف انه الكابون رجع برضو لطباعه القديمة فرجع يحاول يهديه ثاني مرة ويحاول ان رجعه يتآمل بعقله ثاني مرة لانه اذا جلس في هذا الحال حيسبب اعداء جدا كثير ومشاكل جدا كثير وهنا بعد سنة من هذا الكلام الشرطة حققه مع توريو ويكتشفوا انه معاه ممنوعات فمسكوبا هذي التهمه وسجنه فقط 9 شهور وفي هذا الوقت الكابون رجع ثاني مرة يميسيك اجزمام الامور مرة اخرى وبعد 9 شهور جوني توريو اطلع من السجن ولكن قال انه خلاص انا كبرت على الموضوع هذا وبعتزل مجال العصابات ومجال هذه الاشياء كله وبكون بيس معاهلي خلاص فهنا سار رئيس العصابة كاملة الكابون وسار ملك شيكاغو وهذا فقط وامره 26 سنة والحمار هذا ميتوب رجع ثاني مرة لتصرفاته الهبلة العماجية ثاني مرة وصار له اعداء مرة كثيرة الان ما سار يمشي الا معها الجيش عشان يحميه ومعها سيارة كذلك وهو بصح دبابة مهي سيارة لانها كانت مصفحة من الالف الى الياء السيارة كانت هنا ضد المتفجرات ضد الرصاص كانت تقريبا ضد كل حاجة في الحياة وهنا الكابون كان اكثر شي مسيطر على شيكاغو في الجهة الجنوبية فهو الان بما انه توسع وقدر يوصل الامبراطورية هادي اللي هو فيها الطمع للجهة الشمالية كمان وهناك في الجهة الثانية كانت فيه اصابة مسيطرة تماما على ذاك المكان فلما نشافه الكابون بيخش هذيك المنطقة الجهازات وكمين في واحدة من المطاعم لما كان في هذا المطاعم جاءت عشر سيارات وحاوطت المكان وفرغوا كل الرصاص اللي عندهم على هذا المطاعم عشان يحاول يقتلوا الكابون العجيب يا جماعة الخير انه تخيلوا ولا واحد مات من احد افراد العصابة ولا حتى الكابون مات ولا حتى كمان الناس اللي كان في المطاعم ماتوا اطلقوا تخيلوا خمسة الاف رصاصة ولا احد مات فهينا عطور الكابون لما نعرف الهجمة هذي جات من مين عطور رد الهجمة وقتل رئيس عصابته وجاه هنا رئيس عصابة يترأس هذي العصابة اللي حكينا قصته في بداية الحلقة فايش سوي عصابة الكابون هنا جهزوا كمين لهذي الرئيس وفي سنة 1929 في شهر اثنين يوم 14 تحديدا سمي هذا اليوم بمذبحة يوم الحب بغز موران هذا هو رئيس عصابة الجانب الشمالي اللي محتلة الجانب الشمالي من شيكاغو اسم على مسمى وهذي ترأ تعتبر اكبر ثاني عصابة بعد الكابون بغز موران هذا في يوم من الايام راح للمصنع اللي تشتغل فيه عصابة اللي هي مصنع الخمور فدخل هو المصنع هذا زي اي يوم عادي ولكن فجأة دهمهم رجالين من رجال الشرطة وامر جميع رجال اللي اصابة بانهم يعطوا وجههم للجداء وهنا الرجال العصابة يحسوا من جد ان هذولا الشرطة جايين يفتش ويدا ما لقوا الحاجة بايخرجوا عادي فسمعوا كلام الشرطة ولا قاموا ولا هاجموا الشرطة ولكن فجأة هذول الشرطة يعني يروحوا ويجيوا معهم رجلين معهم اسلحة ثقيلة اسلحة ثقيلة بمعنى رشاشات ومع رجال الشرطة هذولا طلوا على الاسلح وقتلوا كل العصابة اللي كانت موجهة للجداء اطلقوا تقريبا ما يقارب سبعين رصاصة عشان يقتلوا فقط سبعة اشخاص اللي كانوا بينهم تقريبا كم متر فقط ولكن صدمة كبرى بعد الحادثة هذه وبعد مرور فترة معينة اكتشفوا انه بغز موران ما سلوا شي وحي يرزق يهو كيف هذا ما مات احنا متأكدين طلقنا عليهم سبعين رصاصة كيف هذا الشخص ما مات عشان يا صديق المتابع هو تأخر على الموعد اللي دايما ييجي فيه مصنع الخموز من حسن حظه هذا الشي والعصابة هنا حسبوا انه مجد هو حضر معهم وقتلنا احنا معاهم وهنا بسبب هذي المذبحة الاف بي اي بدوا يحطوا عينهم على الكابون وفي سنة 1930 الاف بي اي صنفوا الكابون عدو الشعب هنا تغير الاف بي اي يحاولوا بقدر الامكان يثبتوا عليه اي حاجة بس عشان يدخلوا السجن ويفتكوا منه مو قادرين يثبتوا عليه اي حاجة ولكن الموضوع كان جدا صعب لانه هو جدا محترف في الامور هذي وكان يطلع من اي تهمة بكل سهولة لو تسأني ليش هو راشي الحكومة بكبرها ولكن اخيرا وليس اخر مسكو عليه تهمة اخيرا تخيلوا معايا ايش كانت تهمة هذي ما هي لا تجارة مخدرات ولا تجارة قمار ولا تجارة خمو لا 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 تجارة لا ما هي تجارة هي كانت تهرب من ضرائف فقط فايش سووا هنا بعد ما ثبتوا عليهم هذا الكلام راح رشا كل اعضاء لجنة المحلفين عشان يحاول يطلع نفسه من هذه المشكلة وبالفعل راح اددهم وراح رشاهم وكلهم وافقوا اما بالرجوة او بالقوة ولكن القاضي هنا كان عارف ايش يسير لانه صار كثير وتحاكم كثير ونفس الهرج قاد تتعاد من جديد فما حنسوي نفس الخطأ هنا ايش سوى القاضي في نفس يوم الحكم يبدل كل افراد لجنة المحلفين ويجيب ناس غيرهم اول مرة يشوفهم الكابون وهنا بدأت المحاكمة اول مرة في التاريخ يثبت عليه حاجة اللي هي تهمة الهروب من الضرائف وحاكموا عليه بالسجن 11 سنة ودخل السجن واخيرا هو في عمر 32 سنة ولكن برضو ما تاب فصار يتعامل مع اصابته وهو داخل السجن وسار يرشي السجانين وسار هنا يتعامل معاملة جدا خاصة في السجن فالحكومة هنا لما شافت الوضع زي كده سبهل له حاكموا عليه انه يتسجي في سجن الكاتراد السجن هذا مبني في جزيرة نائية عن العالم يعني ما يبديك تجول من هذا المكان ابدا فهنا الكابون لما تدخل هذا السجن خلاص هنا انقطع عن العالم تماما وهنا طبعا انقطع عن العالم تماما وانقطع برضو عن اصابته وابدا ما سنتواصل معاه وما احد اصلا هنا في هذا السجن يعرفه وهنا كانت بداية نهاية الكابون ونهايته كانت رغم كل الهيب والصيط اللي يصله والقتل والمنصب العالي والشهرة اللي كان فيها في أمريكا اللي كانت أكثر نهاية مهينة لرجل إعصابات جالوا مرض يسمى بمرض الزهيري اللي انتقل عن طريق إحدى البنات اللي كان يعاشرهم زمان بنات الدعارة اللي كان معاه يا أخي رغم إنك متزوج يا أخي أنا ما نفهم يعني هو مو متزوج هو صغير طيب ليش تروح يعني هناك ما نفهم إيش اللي متزوج إنت رسل ليس رجع إعصابات يعني أنا ما طليت اللي هنا يعني حقيقة وربي المئنفة يعني هذا المرض اللي جاهله إذا لحقته من بدني فكان يمكن يعني إنك متموت ما يتصاعد المرض أكثر ولكن هو ما ليحقه بما إنه إنه وصل هو في السجن هذا المرض ترى لما يجيك يسبب زهايمر ويرجع عقلك ثاني مرة وكأنك رجل صغير وكأنك طفل صغير وكمان يبدأ هذا المرض يبدأ يأكل في دماغك يبدأ عقلك يتآكل ولما خرج وقته من السجن يقوله إنه عقله كان تراجع وكأنه صار عمره 12 سنة كأنه طفل عمره 12 سنة في ذاك الوقت لما تخرج من السجن وسار يعاني مع هذا المرض ألين ما مات في سنة 1947 شوفوا كيف رغم هيبته وسلطته عن هذه الأموال كلها اللي في النهاية ما نفعته ومات موتا وهينا يوريك إنه كيف الإنسان ضعيف جدا ومهما وصل الفين فهو في النهاية ضعيف وهذا يمكن يا صديقي المتابع يمكن أطول مقطع إيش مهي أعتقد إنه هذا أطول مقطع صوت في حياتي تايف إنه الساعة كم بدأت؟ أقول لكم الساعة كم بدأت؟ بدأت والله يمكن الساعة خمسة تحين شوفوا الساعة كم؟ الساعة 11 ونص الليل بدأت الساعة خمسة لأصو تاعم عقلي صدعت عقلك تصدعني والله طويل المقطع مرة وهذه ثلاثان قصة ثوية من هذا النوع أول قصة صويتة اللي هي أعظم نصاب وروح وشوفوا الحلقة هذي كترى والله برضو جدا جميلة وتعبت عليها ولكن حتى هذه تقريبا من أكثر مقاطع اللي تعبت عليها تصويريا والله يعين منتاجيا فيعني إذا تقدر هذا المحتوى وتقدر التعب اللي إحنا وصلنا على فأضغط لايك واشتريك بالقناة شيء وصل لك كل جديد ياك وبرضو هذا المقطع من أكثر المقاطع اللي أخذ من وقتي كتابيا ومعلوماتيا وجمع معلوماتيا فقدر تعبني صديق المتابع دي أنت وصلت لي هنا واضغط زرنا نلاعك وزي ما قلناه لك وصل لها الحبيب نكسب أنا وإنت كمان الجنة وقضي الحسنات ويا رب كمان يجعلني من أهل الجنة فرداسة الأعلى ودعم ونابط يا صديق المتابع ما أقول لكم على السلامة بل بإذن الله سوف أنلقاك في المقطع القادم